تواصل الهيئة السعودية للسياحة فعاليات صيفنا على جوك في 11 وجهة سياحية في المملكة والتي كانت قد اطلقتها عبر منصة روح السعودية تستمر الفعاليات حتى نهاية سبتمبر المقبل ويهدف هذا البرنامج إلى إتاحة الفرصة لاكتشاف الوجهات السياحية المتعددة في المملكة بأجوائها المختلفة المزيد حول صيف السعودية وصيفنا على جوك معنا الأستاذ ياسر الحساني المدير التنفيذي لشركة رحلتي نرحب بك معنا أستاذ ياسر في نشرة النهار أهلا وسهلا حياك الله أستاذ حسان وحياك الله جميع مشاهدين نشرة النهار أهلا وسهلا أهلا وسهلا يعني بداية كيف تنظر لموسم صيف السعودية هذه السنة خاصة مع ظهور وجهات سياحية ربما واهتمام من قبل وزارة السياحة وهيئة السياحة بإبراز إحدى عشرة وجهة سياحية الحمد لله يعني اطلق صيف السعودية هذه السنة يعني كنا صراحة متخوفين من ناحية جاعة كورونا وتكرارها للمرة الثانية بقوة فلكن الحمد لله مدارة هذا الموضوع في السعودية بشكل قوي جدا فإطلاقها للسنة الثانية صراحة حيعمل زخم ثاني امتداد لنجاح معلش الصوت في مشكلة صوت يرجع لك اي نعم ما اسمع شيء طيب انزع السماعة وعندما تنتهي من الحديث يمكنك إعادتها صحيح تفضل يعني حنتكلم عن صيف السعودية الحمد لله انه اطلاقها خلال ثلاثة أشهر قادمة حتكون بإذن الله بتعمل زخم كبير جدا خصوصا معداد المسبق مع هاي السعودي للسياحة حنا اشتغلنا معهم في عديد من اجتماعات عديد من الورش حضوري وعن طريقة زوم بحيث انه ننجح كالعام الماضي اللي وصل صيف السعودية فيها تسعة مليون ونص زائر وشتاء حولك حوالي تسعة مليون ونص تقريبا ما ايضا هذا الشيء نحن نحافظ بإذن الله علينا كنجاح وراح نمتد عليه في وجهات ان شاء الله حتكون قادمة اللي هي الـ 11 وجهة بإذن الله يعني حتكون مناسبة للجميع تكون جميعها في منصة روح السعودية وبإذن الله نحقق نجاح عالي السنة هذه خصوصا مع وجود مبادرات مثل مبادرة كرام اللي تعدى تجاوز فيها سبعة آلاف مشارك هذا الشيء خل الناس حابة تجرب التجارب السياحية في مملكة عربية السعودية هل تعتقد بأن رفع قيود السفر للخارج ساهم أو قد يساهم في تقليل الفرص فرص النجاح لموسم صيف السعودية بالنسبة للإطلاق الرحلات الخارجية نحن الحمد لله نحن نشايفين أنه حتى في بداية صيف السعودية فعلا في إقبال كبير جدا حاليا حتى علينا كشركة ضغط كرحلات من المقيمين ومن السعوديين نحن نتكلم عن صيف السعودية الماضي وتجارب الماضية في 74% من الرضا نتكلم عن التسعيرات حتى لو تفتح الآن بعد دقائق بعد ممكن تلقى السكن موجود أنا قبل دقائق شايف عشان بجاوب على السؤال من 200 ريال موجودة في أبها يعني وانت طالع التقييم الثمانية وفوق من 350 ريال وانت طالع يعني فهذه كل الأشياء بالعكس مناسبة للجميع نحن في السعودية نتكلم عن سهولة في التنقل نتكلم عن طيران موجود بشكل واسع ما في أي إعاقة في المواصلات نتكلم عن الوضع الآمن نحن كمنظمة السياحة العالمية صنف للسعودية كوجهة آمنة في ثقة في النظام الصحي هنا الحمد لله يعني في نضج سياحي من العام الماضي إلى الآن وفي تجارب سياحية اشتغلت بشكل جميل جدا بإذن الله حيرضي الجميع إن شاء الله هذه السنة والسنوات القادمة بإذن الله تنشيط القطاع والحركة التجارية تنشيط الوجهات السياحية لها كيف تعتقد بأننا نستطيع أن ننشط الحركة التجارية مع موسم صيف السعودية؟ صراحة يعني لما تفتح اليوتيوب لما تفتح إنسجرام لما تفتح أي وسيلة التواصل تلقى على طول إعلاننا السياحة السعودية وروحها السعودية فهذا الشيء جميل جدا أكيد كثير من الناس ستلبي رغبتها في هذا الشيء في هذا المقاطع كثير استفسارات تسألنا عن أسئلة معينة أو مواقع معينة ما كانوا يسألون عنها العام الماضي واللي قبل هذا كل واضح جدا من الشغل التسويقي لهذه السعودية السياحة الصراحة اللي هي قائمة بدور كبير جدا في هذا الموضوع لما تشوف هذا الزخم أكيد الناس ستلبي وجهات معينة اللي هي رغبتها سواء بحر أو جبل أو غيره حينشط الحركة التجارية حتى كان المجتمع المحلي حيشتغلوا مثلا في تجارب السياحية بالقوارب تشغيلها في السكن التشاركي وهذا شيء جديد علينا وفي تسويق له بشكل كبير في منصات متعددة يعني موضوع اللي تو حتى طرح في هذا في قبل شوي شايفو أنا اللي هو مستقبلك سياحة أكثر من مئة ألف وظيفة دائمة أو كانت مؤقتة هذا كل الشيء ذا صراحة يدعم التوجه والتنشيط السياحة والاستثمار فيه بإذن الله والشباب السعودي صراحة قائم بدور كبير وقاعد ينضج سنة بعد سنة وبإذن الله يعني متفائلين بكل خير إن شاء الله شكرا جزيلا لكم خصوصا السعودية يعني وجهها مفتوحة يعني تكلم عن كهوف تكلم عن جبال تكلم عن بحار جزر أشياء جميلة في السعودية ما تلقاها صراحة في دولة واحدة في العالم صعب تلقاها والحمد لله يعني الناس سعيدة جدا وإحنا كذلك كشركات يعني إحنا قاعدين نتعلم وننضج وبإذن الله حيلبي رغبات الجميع طيب أنتم كشركات لكن إن شاء الله أتجاوزها بهذا اللقاء كشركات يعني ما الذي تحتاجون إليه خلال مثل هذه المواسم كمثال موسم صيف السعودية نحن كشركات يعني متوسطة نقول وصغيرة متوسطة نحتاج دائما التسويق هو الشوي يعني قد يكون فيه كلفة على الشركات الصغيرة والنتوسطة فالحمد لله هذه السعودية صراحة قائمة بدور كبير جدا بهذا التسويق الاتصالات ما توقف علينا كشركة الحمد لله عندنا يعني في 250 شركة شغالة على 11 وجهة كلها بالتعاون مع هذه السعودية للسياحة اللي مهتمة فينا بشكل كبير صراحة من دورات من حتى أخبار مسبقة تجينا ومعلومات عسى نتجهز لها مثل رحلات الكروز اللي حتفتح فيه تفاصيل جميلة جدا حتطلع قريبا التسويق وغيره كل الأشياء هذه تساعدنا فيها هذه السياحة بشكل كبير حتى الدعم المالي من خلال صندوق استثمارات عفوا صندوق التيم السياحي يتصلون تصلوا علينا وتصلوا على الكثير ايش تبغون ايش تحتاجون فهذه الأشياء صراحة كلها يعني مبشرة بخير والسعودية مقبلة بإذن الله على السياحة بشكل كبير احنا متوقعين عام 2030 بالعشر الأوائل على مستوى العالم احنا نتكلم عن منظمة السياحة العالمية فتحت فرعه الثاني بعد مدريد في السعودية استثمارات فوق 30 مليار موجودة هنا من ناحية فناد وغيرها فإحنا كمنظمين رحلات اللي احنا نرتبط في هذول كلهم اللي هو عملنا تنظيم الرحلات من خلال توفير المرشدين توفير المواصلات توفير الوجبات توفير الوجهات توفير الفنادق هذه كلها يعني احنا العملية بنديرها في تنظيم الرحلات الحمد لله قاعدين نشوف الخيارات تكثر الوجهات تكبر الفنادق ايضا تكثر كانت مشكلة فعلا لكن الحمد لله كل واحد قايم بدوره وبإذن الله متفاعلين خير وإحنا كمستثمرين صراحة ما نحتاج يعني إلا دعوات الجميع يعني والإقبال بإذن الله حيكون يعني حسب ما نتطلع بإذن الله كيف تتوقعون أن يكون موسم صيف سعودية خلال الأعوام المقبلة مع كل هذا التطور الذي تشهده المملكة ويشهده القطاع السياحي خصوصا صحيح والله أنا ما أكد بعليك يعني من جد يعني متفائلين ومتفاعلين في هذا الموضوع احنا شايفين يعني نحن خلال اجتماعات كبيرة احنا اجتمعنا ثلاثة أشهر الماضية حوالي مع تقريبا أربعين شركة صينية نتكلم عن مع شركات من آسيا أتكلم عن شركات من أوروبا كلها بتنظيم وإداءة من الهيئة السعودية للسياحة الصراحة اللي دعمتنا بشكل كبير هذا الموضوع سواء كان أولاين أو سواء كان بالحضور أنا أكد لك أنه عندنا شركات كثير تنتظر فقط فتحة تأشيرة من جديد السياح قادمين وبشكل كبير خصوصا حتى المنظمة السياحية كثير تعلم أن السعودية ترى وجهة سياحية عالمية مميزة صحية لا يوجد أي مشكلة في أي أمور ثانية هذا كله تسويق كثير شركات بس تسألنا إذا فتحتها رحنا معاكم في رحلات طلبينها إلى عام 2022 في أكتوبر واصل لنا طلبات إحنا عندنا طلبات من جنوب أفريقيا طلبات من كثير من دول الصراحة السعودية يعني الآن سرنا مرادة في السعودية أنه فيه استثمار قوي في اسم السعودية نتكلم عن القدية نتكلم عن مشروع البحر الأحمر نتكلم عن مشاريع ضخمة جدا تسايل لعابة في الخارج فما بالك اللي في الداخل فإحنا نشوفها فرص كبيرة ونشجع السعوديين يعني بالذات أنه ينشطون في هذا المجال لكون خبرات صناعة السياحة ماشية بتطور جميل جدا بخبرات جميلة جدا إحنا متفائلين جدا ونشكر الجميع المتعاونين من جهات من فعاليات ننتظر صيف السعودية بفرغ الصبر والشتاء حولك وكذلك مواسم السعودية ذي عالم ثاني حيشوفوه الجميع بإذن الله